السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا لهذا اليوم نحن إن شاء الله سنسمى بسلسلة SWAT سواء كان ARC SWAT Q SWAT سواء كاب أخذنا ARC SWAT ARC SWAT هو البرنامج الطبيعي التقليدي الذي نضيفه البيانات ال INBID DATA حتى نستخرج ال OUTBID DATA ال INBID DATA التأخص بالطوبغرافية وكذلك ال Hydrologic Responsibility اللي يتعلق لاند كافر لاند يونجي ال SOIL DATA السلوب بعض البيانات اللي ممكن أضيفها الى غيرها والإضافة الى weather DATA بعد ذلك نسوي لها OUTBID بعد ما نحدد هذا نحدد البرنامج شين نحدد لازم عندنا فقرة كل مهمين انتبهين اللي قالي هل ترى البرنامج اللي دا اشتغل عليه هو صالح لهذه البيانات اللي عندي لو غير صالح فلازم أنزل برنامج اسمه SWATCUB هذا برنامج بحد ذات عالم شغلة واحدة لذلك راح أيضا أسوي له بلايلست خاص به يختلف عن الARK SWAT اسميه SWATCUB فأول خطوة رئيسية حتى يعني تقريبا هذا الموضوع يراد لفت يمكن أقول أربعين محاضرة قليل أربعين خمسين محاضرة حتى نتناول بشكل تفصيلي فهي ستروح على الرئيسي ARC SWAT ها أول محاضرة بي ARC SWAT تدخل عليها تدخل على الارك SWAT اللي هو برنامجك الرئيسي يقول لك هذا الارك SWAT مرتبط مع الارك GIS لأن البيانات اللي يجيبها كلها تحت لازم تجيبها من GIS أصلا هو برنامج الارك SWAT مرتبط مع ال GIS فلتنزله هذا الاوبيشين اللي خاص به نجي تدخل على السوفتوير تمام، دخلت على السوفتوير عندك SWAT Plus جديد تدخل على السوفتوير تدخل على السوفتوير فعندك هنانا السوفتوير من الداخل مع الارك SWAT نجي تدخل عليه ARC SWAT View مع السوفتوير كيو سوفتوير واستخدامات خاصة لا تدخل عليه وتقرأ الى أيضا كيو سوفتوير فهذا انترسكت إلى استخدامات أيضا يندمج مع الـ QGIS ليس الـ QGIS بمناسبة هاي نسخة محدثة جدا لأن هما أصلا المنتجين للبرنامج العالم اللي أصلا سوى برنامج SWAT هو اللي هذا إذا ندرس عنه اللي يطوره بواسطة العالم جيف أرلوند من الولايات المتحدة الأمريكية اللي خاصة بيضمن قسم الزراعة والهندسية دائما وأباس بور يمكن أكيد تعرفونه إذا تقرأون عنه حاولوا يطورون بالبرنامج فدائما تشوف كل فترة تنزلنا أوبشنات جليلة عن البرنامج فالـ QSWAT صراحة الاستخدامات خاصة بي وينيستخدم شنو الـ Virgin أنا لحد الآن ما داخل بي حتى أكون صريحة شنو استخداماته وينيستخدم الـ QSWAT Group User شنو الـ Introduction عنه المينيستخدم شنو أموره شنو يختلف عنه الـ ArcSWAT صراحة ما داخل بي ولا مستخدمته فحتى واحد يكون واقعي يعني إن شاء الله بالمستقبل إن شاء الله بعد إكمال الدكتورة ممكن أدخل لكم بي بإذن الله بس هو دا يقول لك هنا الموجود حاليا الـ Virgin T3 T3 64 T3 9 و الـ Virgin 1.6 وده يشرح لك هيا أكيد راح بوقتها نعرف انه كل برنامج المين يستخدم أو شنو الفرق الـ QSWAT عن هذا بس لكن هنا الثنين سواء كان QSWAT أو سواء كان ARC SWAT الأصلي اللي أنا أستخدمه سواء هذا أو سواء هذا يحتاجا إلى SWAT كب لكن انتبه أكون معلومة بسيطة الـ ARC SWAT يرتبط مع ARC GIS اللي هو الـ GIS اعتيادي لكن الـ QSWAT يرتبط مع QGIS أتوقع راح يجاوبون بشكل أدق يعني بهذا الموضوع شن الفرق بين الـ ARC GIS والـ QGIS أتوقع الـ QGIS يعني لازم ما يشتغل على الـ ARC SWAT يشتغل على QSWAT فإحنا بغض النظر عن هذا الموضوع ومدخلاته نجي على SWAT شن الغرض هذا أنا سواء اشتغلت على الـ ARC SWAT أو الـ QSWAT لازم أتأكد من صلاحيتي للموديل هل الموديل صالح للعمل حساسيتي البرومترات الموجودة أوكي أو لا أكو عندي إنسيرتينيتي شقد نسبة الإنسيرتينيتي كبيرة أو صغيرة تكاد تهمل تمام فإنجي نصب الـ SWAT أول خطوة أنا أشتغل حتى أحدد أنا وحنصب الـ SWAT أدخل على الـ SWAT دخلت على الـ SWAT أجد يقول لك لك هذا برنامج طبعاً تنصبه على حدة للمعايرة برنامج SWAT موديل سواء كان ARC SWAT أو QSWAT لا يمكن البرومترات الموجودة حتى نحدد إداء أو معايرة الإداء نعاير إداء الـ SWAT ونتحقق من صحة الحل ونحل الحساسية ونحل الحساسية للبرومترات لدينا طريقة للتحليل الحساسية طريقة الـ Local وطريقة الـ Global تمام طريقة الـ Local اسمها One at a time والـ Global هاي معروفة وبعد نحل الحساسية لأن احنا قلنا أحد الأمور اللي بالـ Hydrology جداً شائعة والمفروض يركزون عليها الكل هي موضوع الـ Uncertainty فإحنا عدنا موضوع الـ Uncertainty يجينا من الـ Input Data يجينا من الـ Why أمور فلازم أسوي تحليل حساسية خاصة إذا كان موضوعك أو بحثك يتكلم عن عن يعني أمور الـ Uncertainty فلهذا بالمناسبة هذا برنامج الـ SWATCAP أكو عدنا عدد طرق للـ Optimization خمس طرق مشهورات جداً طرق طرق طريقة طرق 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 ضرب إذاaaa تحتاج معلومات أكثر تقدر أن تدخل على Thereof فلزد والـ Input المwlام اي سؤال عندك بأي مقترح كدا تقدر تراسلهم عن طريق هؤلاء كم المنسسسة الشركة وضايفته خاص من الـ SWATCAP نجي انا هسه اريد انزل السوات كاب عندي نسخة وحدة هم بيه هذا نجي ادخل عليه تلقائيين راح يقول لي الاوبشن الفيرجين الخاص بي انا عم ذاني التول ان ديتا نمبر وان عندك السوات كاب اللي هو طبيعي احنا نسميه السوات كاب هذا برميوم هذا الممتاز او عالي الجودة هذا جدا عالي هذا يستخدم ايضا نفس الشيء كل هين نفس الشيء لكن هاي اللي تعرفون احنا الشركة كل فترة تطور كل فترة تطور لكن احنا اللي يعني اللي موجود قبل هو كان 2019 الجدد اللي ينضافن حديث يعني ضمن الواجهة هو البلاس والبريوم فالبريوم يجدي يقول لك هذا سوات موديل اي ان كان عارك سوات او كيو سوات وهذا البروغرام بيثون اداء الكاليبريشن او المعايرة الاداء والفاليديشن والسنستفتي اناليسيس سواء كانت بطريقتين الاتسلر يعني تتصل بهذا الاثنين طرق طرقتين للمعايرة اللي هيا هي ويا هي الطريقة الاولى اللي اذا نرجع عليها اللي هي السنستفتي هزا ندخل عليها هنتأكد منعتها نكاتبتين هنانا السيكوينشيال السيكوينشيال انسيرتينيتي فتنك فيرجين 2 هاي الطريقة اللي هي اس يو اف اي نرجع احنا عن هي طريقة يتكلم اس يو اف اي عفو يتكلم عن هذه الطرق عددنا الطريقتين اس يو اف اي فيرجين 2 وطريقة تسارع الجسيمات او تسرع الجسيمات اذا يقول لك انه هذا يتعامل مع هاي الطريقتين تريد تحملها تشتغل على هذا هذا العالد جودا اكيد مطور طوروا بامور افضل هذا لا هذا يرتبط مع خمسة هم هذا يكون اقل كفاءة من الاول والالين هذولي حديثين نزلوا لكن هذا من 2019 هذولي لا تقريبا واحد من عددهم 2021 حديث جدا فالسوات كب بلاس هذا يرتبط ويامل مع نفس هال السيكونسيال انسيرتينيتي فيتنك فيرجين 2 ويرتبط مع هذا بالاضافة الاسوات اللي هو بلاس هذا هناش يربط لك يربط لك مال الستيميشن مال البراميتر بهاي الامور هناش يربط لك نفس الشي يربط لك ياهن مع الاسوات كب او الاسوات الاصلي زي ونسيت شلو فرق هذا الاسوات كب بلاس عن هذا الاسوات كب ناين او عن الاسوات كب برينيوم احنا احنا متنين قول احل الاختصاص فيديونا بهذا الموضوع احنا نزل لكم لينك خاطئ بالفيديو اللي هي ضمن يشرح لك شل الفرق بيناتهم هذا يمكن استخدمه هذا يمكن استخدمه هذا يمكن استخدمه شل الفرق بين دولا للثلاثة هذا ليش يستخدم هذا ليش فراح انزل لكم مختصر او اسوي لكم قاني فيديو بسيط عن الفرق بين ذول الانواع لتلاثة احنا مبدئيا راح نزل هذا النوع ونشتغل عليه تمام مبدئيا راح ننزل هذا النوع ونشتغل عليه اكو هنا قلنا ثلاث انواع اينا عم اكو ثلاث انواع شين الفرق هذا النوع عن هذا النوع عن هذا النوع لا بس نشرح عليهم ونقدر حتى نوضحهم حتى نعرف الشخص اتوقع عن الامر الى علاقة بنوع الديتا اللي انت تستخدمها وانا ان شاء الله راح احاول بالمحاضرة القادمة ابيل لك الفرق بيناتهم بس يعني تكون عندي معلومات كافية جدا انا ما حب اشرح شي ما بتكون عندي معلومات كافية وما مطبقت انا يعني بيدي مثل ما نقول فعدنا ثلاث انواع الاسوات كاب 2019 قلنا هذي المثود اللي ترتبط به خمسة وكذلك وهو الاعمو الاشمل عدنا النوع الثاني اللي هو البريميوم هذا نعتبر احنا الممتاز او عالي الجودة هذا نيو سوات يعني اكو فرق بالإكسريت هذا اللي الكالبريشن ما داخلات به فقط هذين النوعين والنوع الثالث ايضا فقط هذين النوعين لكن الاختلاف بيناتهم حتى نشرحه بشكل تفصيلي راح ان شاء الله نوضحه لكم بمحابرة خاصة الفرق بين الاسوات كاب اللي هو سوات كاب بلاس سوات كاب بريميوم وسوات كاب 2019 المتواجدات هنه حاليين هاي اول شغلة شغلة ثانية احد يسألني يقول لي انه هذا السوات كاب يشتغل عليها نوع قلنا احنا عدنا نوعين من الجي آي اس الجي آي اس عدنا نوعين عدنا كيو جي آي اس و عدنا النوع الثاني وجي آي اس فحسب هسه الكيو جي أي اس ما يشتغل الا علي extent كيو سوات يعني الكيو سوات هذا البرنامج اصلا انشأ حتى يشتغل على الكيو جي آي اس يعني لا تستطع تتع shadow على الكيو جي اي اس تتجيب بارك سوات الاقترادي الكيو جي اي اس يكون مطور اكثر يعني اكثر به очень من الـ QSWAT فإن شاء الله هم راح أسوي لك محاضرة خاصة أشرح لك بيها الفرق بين الـ QGIS والـ ArcGIS والـ ArcGIS اللي هو هياته حتى تكون انت على معرفة هياته شوف لاحظ الـ ArcSWAT يشتغل مع الـ ArcGIS والـ QSWAT يشتغل مع الـ QGIS إن شاء الله راح أسوي لك محاضرة بسيطة الفرق بين الـ QGIS والـ ArcGIS على أساسا نحدد هذا النوع فهسا نرجع للموضوعنا الأصلي اليوم نحن نصب الـ ArcSWAT بصورة عامة فأنا هسا أول شي راح نصب لك الـ SWATCAP اللي هو 2019 تقول له دانواللود تمام؟ هاي فراحة أقول له دانواللود SWATCAP اللي هو 2019 فراحة أوكي الأول شي تسجل كـ New User بعدين تنطي الإيميل اللي خاص بي تنطي الـ Password تنطي الـ Full Name اسمك الاعتيادي بعدين تنطي هذا الـ Caption اللي هي ومثلاً حتى أنه يتأكد انت مو ريبورد تسجيل بي كل شي سهل و بسيط ما يحتاج بوقت هذا يقول لك تسجيل بي كل شي سهل و بسيط ما يحتاج بوقت هذا يقول لك هذا حالياً اجاك هذا الاسواد خلص تضغط على هذا راح يسوي تلقائياً Thank you for confirm your email Please click here to login in راح يسجل لك تلقائياً تقول له نعم أيضاً نفس الشي TJCQ أوكي راح يبقى التسجيل محفوظ ما دام انت مات سجل sign out فهسا تلقائياً ترجل على البرنامج اللي خاص بك احنا قلنا 3 أنواع راح يشرح لكم هنا بالتفصيل أرجع على هذا اقول له download فراح ينزل ليها بشكل مباشر وهذا التحميل التنصيب اللي خاص بي هسا بعد ما يكمل التحميل راح أعلمكم طريقة التنصيب اللي خاص بي هسا أنا من سجلت ببرنامج أقدر أي نسخة أحملها سواء بلس أو سواء برميوم ما تفرق تمام عيني؟ فهسا مجرد راح أوقف الفيديو بشكل مؤقت خاطر أنه يكمل التحميل للبرنامج حتى ما ينحسب من وقت البرنامج ووقت الفيديو يصير جداً مطول بس يكمل التحميل إليه وراح نتعلم الشيو ننصب الدور نتعلم على العمل عليه سواء نعمل uncertainty calibration طرق calibration validation وكذلك تحليل الحساسية الخاص بي لأنه صراحة برنامج مجرد سواء كاب بحث ذات عالم لازم أنت تعرف فلسفته وكل شيء يعمل عنه حتى نحن نكون نوصل فكرة كاملة عنه أنا ما أرجوه معدكم فقط الدعاء وتسندوني وتدعموني بالاشتراك بالقناة لأنه صراحة هاي المعلومات اللي داعي نزالها لكم هي عبارة عن بحث يعني أبحث أشهر أشهر فهذا نحن نجي مثلا نجي على السواء كاب والاعتيادي اللي هو 2019 شكرا نحن يستخدم بالكاليبريشن يستخدم أي الكاليكيو السواء وكذلك وكذلك هذا البرنامج يختبط وهي خمس طرق للكاليبريشن تمام 11 موديل اللي يعني شون يتحقق من الإداء طرق المعايرة مالة الكلب إنه يجد ويجد ويجد الخاصة به حتى يسوي وكاليبريتد وفاليديشن للسوات موديل خاصة هاي الطريقة طريقة الاستاتيستيكال وحتى إنه علمك ياها كذلك تقدر تنزلها مور ديتيال إن شاء الله نشرحها بالتفصيل تقدر إلي يقدر إشخاص سخص بحثة أكثر يتعلب أكثر لكن إن شاء الله هاي نسوي توقيف مؤقت على ما يكمل نزال البرنامج ونتعلم شون نسوي الانستاليشن هس نحن نحدد الان داولولد ونتعلم شون نسوي الانستاليشن وداخل شاشة الحاسوب الخاصة بك حتى الدور ورا نقدر نشتغل ونطبق الديتا اللي عندنا هس نكمل وياكم نزل البرنامج كامل سواتك مضغوط ينزل البرنامج انت للأمان حتى أنه تقدر تحمله من الموقع بأي وقت تريد هذا هو تدخل عليه يفك الضغط مالته أو تفتح الضغط في أي مكان وتبلش تنصبه تنصبه عادي يسوي لك فهس ندخل على البرنامج هس ندخل على البرنامج هس ندخل على البرنامج الرئيسي اللي هو ضمن الداولولود سواتكوب هذا هو سواتكوب ثقائيا اروح اضغط 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 وانا نخذنا البروغرامز نعم مثلا بيست وانا نخذنا البروغرامز نعم مثلا بيست كن اضغط 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 فكرا عادي ثقل اضغط اضغط ادخل على البرنامج. هذا تلقائيا الخطوة واحدة تقدر تقول له راح يقول لك انصل. تلقائيا راح يربط نفسه مع الاسوات الموجود انك. انت بس انها الي اقول لك اسوات كاب. احنا قلنا نرجع ونقول نصبنا الفين وتسعة عشر. راح اسوي لكم محاضرة الفرق بين الارك جي اي اس والكيو جي اي اس. وكذلك اسوي لكم الفرق بين الثلاث انواع الاسوات كاب. اكيد ما ننسى مع اكمال سلسلة الاسوات كاب. شون اسوي بتالي بريشي. اسا احريس ان ست هنه يعني موجودات. من راح تنصب البرنامج تدخل علي ان شاء الله اسا اشوفكم يا راح تلقاهن اصلا اوبشينات ضمن الاسوات كاب. هنه اوبشينات موجودات خمس تحليلات. تحليلات. حسنا تبقائيا. هزا خلاص راح ينصب لكياها. بتجميع الى انيستل. ناقص 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 قد تغيير تنسيب 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 هذا البرنامج تدخل على البرنامج تكون بهذه الإيقونة الخاصة تنصب على سطح المكتب 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 لاحظة البرنامج يقول لك سواتكا 2019 غيرجن كده تمام هذا الشي كلش راح افيدك انا من هسه راح اسوي سكرين حتى اكون هي هاي الشاشة الخاصة بالخلفيات الخاصة بالسواتكا نتربتها انفتح البرنامج الان فيقول لك انه سواتكا لايسنز بروغرام ولا اوكي هسه منا تقول لستارت تختار ميو اوكي نيست تختار اي سيناريو لا على التعيين اوكي نتربتها لا يوجد مشكلة اختار نيوم لا على التعيين اي واحد تفتحه انت هنائه موجود بالدين ثم نصوات وفي السيناريون تختار انت هنائه بعد ما تحدد للبقنامج راح تقول لأوبين راح تشوف انواع التحليل اللي حتصير على التعيين تختار انت هنائه بعد ما تحدد للبقنامج هنه مثل ما تلاحظ تضغط على دفولت عندك هذا ضغط فعالية تقول لأوبين بعدين تقول لأنيكس تنطيس واتيا فيرجين يشتغل على ال 2000 و 2009 احنا انا مشتغلة بالاصل على ال 2012 تجي هنا شنو حاسبتك 2364 تقول لأنيكس بعدين يقول لك البروجيكتايب وشنو انواع البروجيكتايب و احنا قلنا اقعدنا انواع للكاليبرايشن خمسة فهسا مثلا نختار النوع الاول اقول لأنيكس تريد السمي اي اسم دعا للتعيين هسا ايضا نقول له فنش طبعا داي يقول لك انو البروجيكتايب طبعا هنانا شنو موجود قدك داي يقول لك انو موجود اللوكيشن مالتا تخزنة يعني هوا يتحدد مكان الخزن مالتا حددها مثلا ادي سكتوب كلها فنش بعد ما تقول له فنش راح يحبر لك كومبليت خاص بيك اذا تفتح اليوم سوات جديد او غيرها حان بس حتى اشوفك الاوبشينات الموجودة هنا ضمن السوات كوب حسا بس مجرد ما تكمل هاي الكمبليت مية بالمية ارجع اكمل الفيديو هنا ايه مثل مدى اللاحظ انفتح البرنامج بعد ما اكمل الكمبليت الخاص به هذا الكاليبريشن اوتبوت تقدر تسوي طبعا بمناسبة للطرق الخمسة الخاصة بالكاليبريشن ايضا تقدر تسوي اكستريت للفايل الكاليبريشن اوتبوت بعد عندك السنستيفتي انارسيس تقدر تحللها فتقدر تتضمن بهذا البرنامج كل شيء فان شاء الله باذن الله سوي ايضا ان شاء الله راح نتكلم عنها خطوة 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 احنا سبقوا بسولة افنا قلنا عدنا نوعين بالتحليل الحساسية الجلوبل واللوكل وكل خطوة شي المكوناتها وشو راح يسوي لك تحليل وغيرها بالكامل بالكامل فان شاء الله هذا بشكل مبدئ عن الاسواد كاب وهاي بالمناسبة اول حلقة من عنده او اول مثل ما نقول رسم خاص بي او فيديو خاص بي ان شاء الله راح نكمل وياكم سلسلة الاسواد كاب مع فروعة مع فروعة البقية ممكن ناخذ ذيفة اربعين او خمسين محاضرة لا على التعيني جدي طولا المهم ان احنا بلجنا به وان شاء الله اني ابعدكم باذن الله اذا الله سهل علينا المستقبل انو اكملهم كلهم فالتقيكم ان شاء الله بالمحاضرات القادمة لا تنسلوا تدعمونا بالقناة وتتعون زملائكم الباحثين اللي ممكن يستفادوا من هذه الفيديوهات الى الاشتراك في القناة والسبسكرايب اتقيكم ان شاء الله بالفيديو اخر دمتم بامان الله وحفظه شكرا